بالتزامن مع احتدام القتال وتصعد دخان المعارك في الجبهات الشرقي أوكرانيا تتواصل الجهود الدولية لتسليح كييف في مسعى غربي لقلب موازين القوى على الأرض التي باتت تميل إلى الجانب الروسي ومن أجل ذلك حزمة جديدة من المساعدات الأمنية في طريقها إلى أوكرانيا حيث تعمل واشنطن على إرسال اثنين من أنظمة السواريخ ناسامز أرجو وأربعة رادارات إضافية مضادة للمدفعية إلى أوكرانيا كما تشمل الصفقة ما يصل إلى 150 ألف طلق مدفعية بطارة الدفاع الأمريكية كشفت أن المساعدات الأمنية تشمل أيضا ذخائر إضافية للأنظمة الساروخية المدفعية عالية الحركة هايمرس ويمكن لنظامي الدفاع الجوية التي مدت واشنطن كيف بهما إطلاقوا سواريخ أرض جو لاستهداف طائرات نقل الجنود والمروحيات والمسيرات الخاصة بعمليات مراقبة في محاولة لقطع أي رؤية أرضية واضحة للأهداف كما تتيح تلك الأنظمة التصادية أيضا لسواريخ كروس الشحنة الضخمة التي أعلنتها واشنطن جاءت عقب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن الخطوط العارضة لحزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي بلغت قيمتها أكثر من 800 مليون دولار أثناء قيمة النيتو في مدريد ويرى خبراء أن الشحنة الأخيرة من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كييف تعد من بين أهم الشحنات منذ بدء الحرب في فبراير الماضي وبذلك تصل المساعدة العسكرية المقدمة من واشنطن إلى كييف منذ بدء الحرب إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار